اشتركوا في القناة أبناء الأعزاء نسأل من منكم من الأرياف طبعا الكثير ريفيون وبذلك تعرفون الكثير عن المحاصيل التي تنتجها الأرض هذه المحاصيل الزراعية تحتاج إلى تربة ومياه وعوامل أخرى وبذلك يمكن أن أسأل هل هذه المحاصيل الزراعية يلزمها عوامل لقيامها نعم يا أستاذي وطننا العربي وهباه الله ميزات عظيمة منها التربة الخصبة والمياه العذبة والمناخ المتنوع والأيد العاملة الكثيرة ورؤوس الأموال الوفيرة مع إيجاد الأسواق لتسويق المنتجات وهذا ما نطلق عليه عوامل قيام الزراعة هذه العوامل كان لها أثر عظيم في قيام الحضارات مثل حضارة بلاد الرافدين وحضارة مصر القديمة وحضارة سبا شكرا أبنائي على حسن استماعكم وحسن إجاباتكم وهنا يمكن أن نقسم عوامل قيام الزراعة إلى نوعين هما واحد العوامل الطبيعية تتمثل في ألف الموالد المائية المتنوعة سواء مياه أنهار أمطار آبار وعيون وهي أهم العوامل لقيام الزراعة التربة لقد منح الله سبحانه وتعالى وطننا العربي طربة خصبة فهل تعرفون أين توجد هذه الطربة في وطننا؟ نعم يا أستاذي هذه الطربة هي الطربة التي توجد حول مجار الأنهار سواء حول نهر النيل في مصر ونهري دجلة والفراط بالعراق وسوريا ونهري جوبا وشبيلي في الصومال وأنهار المغرب العربي ونهر الليطاني في لبنان عامل آخر يا أبنائي وهو جيم المناخ لقد وهب الله وطننا العربي مناخا متنوعا ساعد على تنوع محاصيله الزراعية وهنا نسأل يا أبنائي هل هذا التنوع له أثر إيجابي على وطننا العربي؟ نعم يا أستاذي هذا التنوع المناخي الذي أدى إلى تنوع المحاصيل يؤدي إلى تحقيق التبادل التجاري بين العرب وتحقيق التكامل بينهم شكرا لحسن إجابتكم وننتقل إلى عوامل أخرى لا تقل أهمية عن العوامل الطبيعية السابقة وهي 2- العوامل البشرية وتتمثل في 1- الأيد العاملة وطننا العربي يتميز بثروة بشرية كبيرة تستهدم في كافة المجالات سواء مجال الزراعة أو الصناعة أو الخدمات أو التجارة أو السياحة من عمال وفنيين وكوادر متنوعة على درجة كبيرة من الخبرة والكفاءة والدول التي لديها فائد من هذه العمالة والكوادر تصدرها إلى الدول التي تحتاجها مثل ما تصدره مصر لجميع الدول العربية 2- رأس المال وهو عامل هام حيث توافره يؤدي إلى إقامة العديد من المشروعات المتنوعة سواء زراعية أو تعليم وغيرها وهذا فيما نجده متوافرا لدى بعض الدول العربية مثل دول الخليج العربي البترولية وآخيرا ننتقل إلى عامل آخر هام وهو 3- السوق وهو لازم لتصريف المنتاجات سواء الزراعية أو الزراعية 4- الصناعية وغيرها في الأسواق العربية ولذلك نجد في السنوات الأخيرة زاد الطلب على المنتاجات الزراعية في الدول العربية مما أدى إلى التوسع في النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج وجودته حتى تصبح منافسة لغيرها من المنتاجات الأجنبية وفي النهاية ننتقل إلى نقطة جديدة وهي مناطق توطن الزراعة في الوطن العربي أبناء الطلبة في ضوء العوامل السابقة لقيام الزراعة هل يستطيع أحدكم أن يحدد مناطق الزراعة في الوطن العربي من خلال الخريطة التي أماما على الشاشة؟ نعم يا أستاذي يمكن تحديد هذه المناطق على النحو التالي وهي مناطق متنوعة منها 1- زراعة تقوم على الأمطار كما هو الحال في الأجزاء الشمالية للوطن العربي وجنوب السودان والسومالي وموريتانيا واليمن وعمان 2- زراعة تقوم على الري وتنتشر حول مجار الأنهار كما هو موجود حول نهر النيل في مصر والسودان 3- زراعة تقوم على المياه الجوفية تنتشر في المناطق الصحراوية كما هو موجود في الواحات 4- مثل واحات مصر سيوة الفرفرة الخارجة الداخلة وواحات البوريمي والطائف وحائل بالسعودية وواحة جغبوب وفزان في ليبيا إلى آخر ذلك شكرا يا أبنائي على حسن إجابتكم ونتقل إلى نقطة جديدة وهي أهمية الزراعة من خلال الصور المعروضة على الشاشة أمامنا يمكن أن نستنتج أهمية الزراعة كالآتي 1- حرفة للسكان 2- غزاء للسكان حيث تمد السكان باحتياجاتهم من مواد غزائية 3- تدخل في كثير من الصناعات وصناعة المنسوجات قائمة على القطن وصناعة السكر قائمة على قصب السكر وغير ذلك 4- تدر دخلا كبيرا أي توفر رؤوس الأموال التي تستخدم في إنشاء العديد من المشروعات 5- وهنا أوجه سؤالا لأبنائي وهو 5- إذا كانت عوامل قيام الزراعة متوفرة لدى وطننا العربي 6- لماذا يستورد سكان وطننا العربي العديد من المنتجات الزراعية 7- ولماذا توجد أزمة في الإنتاج الغذائي 7- أستاذي الفاضل هذا يدل على أن هناك مشاكل وعوائق تعقوا إنتاجنا الغذائي 8- فمن الممكن يا أستاذي أن توضح لنا هذه المشاكل 9- نعم يا أبنائي توجد مشاكل عديدة منها 1- صغر المساحة المزروعة التي تقدر بنحو 5% من مساحة الوطن العربي 2- تذبذب الإنتاج نظرا لتذبذب كمية الأمطار حيث إن معظم الزراعة في وطننا تعتمد على الأمطار 3- عدم استخدام كل الأراضي الصالحة للزراعة 4- عدم استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة 5- التصحر من المشكلات التي تهدد وطننا العربي سواء من حيث فقد التربة لخصوبتها بسبب الجفاف أو زحف الرمال على الأراضي الزراعية أو الرعي الجائر وقطع الأشجار وإجهاد التربة بالمحاصيل والإفراط في زراعة المحاصيل المجيدة للتربة شكرا لأبناء على حسن إجاباتكم وتفاعلكم معنا وهنا قد تعلمنا من هذا الدرس ما يأتي 1- وهبن الله سبحانه وتعالى عوامل قيام الزراعة الطبيعية والأخرى البشرية 2- للزراعة أهمية كبيرة في وطننا العربي 3- الحفاظ على الأرض الزراعية وحمايتها ضرورة ملحة 4- تعاني الزراعة من مشكلات عديدة يجب حلها 5- مشكلات الزراعة تحتاج إلى تعاون الدول العربية لحلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر